بسم الله الرحمن الرحيم صبايا حبيت اذكركم اليوم في اللازي كيك اللي كلنا منعرفها سهلة ومكوناتها متوسطة التكاليف انا اليوم جهستها بطريقة تكون كيك يعني ما حطتها بالفريزر خليتها طرية يعني ما احتجت للبيت طبعا وما بدها خبز بالفرن المكونات سهلة بدنا بكات ونص بسكوت او بكتين انا عملت بكتين لانها كمية كبيرة شوي احتجت ثلاثة كوب من كوب من السكر الناعم كوب كاكاو كوب حليب ناشف سبع ملاعق يعني من كل نوع تقريبا هاي هي الكمية الكبيرة احتجت بنفس الكوب تنين ماء بنفس الكوب اللي عيرت فيها المكونات السكر والكاكاو والحليب اما اذا عملتوها كمية اقل ممكن استخدام كوب واحد بنصف الكمية ملعقتين زبدة خمسين جرام من الزبدة وعندي كم حبة شوكولاتة هدولة انا عملتهم اختياري حتى تجمد السوس بامكانكم تستبدلوها بملعقة نشاء يعني اهلا بدنا نكسر البسكوت بطريقة عشوائية انا هون اعملت بكت كامل كسرتو واستخدمت حوالي نصف بكت لداير الجوط يعني هلا بنشوف كيف طبعا اذا انتو بتكم تعملوا الكمية يعني اقل مثلا ممكن تستخدموا اربع ملاعق سكر اربع كاكاو اربع حليب ناشف مع كاس كاسة مي ممكن تستخدموا نصف من بكات البسكوت يعني نصف الكمية اللي انا عملتها هاي هيك بهاي الطريقة طبعا اهم نقطة اهم نقطة انه لازم احنا ننخل الحليب والكاكاو والسكر ضروري يتنخلوا اذا ما نخلناهم ممكن يلتسق بالطنجرة واذا نحرقوا الطعم يعني كتير سيء طعم الشوكولاتة كتير سيء لما تنحرق هلا انا هيك بدي انخلهم هلا بامكانكم تحطوا ملعقة نشاء صغيرة مع هاي المكونات اختياري طبعا انا ما حبت احط النشاء بحبوا يعني الطعم الشوكولاتة اضل طعم الكاكاو بدون نشاء بامكانكم اذا خفتوا انه ما تجمد معكم الصوس انكم تحطوا ملعقة نشاء مع هاي المكونات انا ما عملتها جامدة يعني عملتها شوي تكون طرية حتى اني اوصل لشكل الكيك هيك بيكون منظر الخليط بعد ما نخلته اذا بتحبوا تنخلو كمان مرة براحتكم هلأ طبعا بدنا نعمله على النار بدي ارفع طنجرة على النار وبدأ احط اتنين كوب من نفس الكوب اللي عملت فيها العيار تقريبا نفس الحجم لانه ما بدي اياها برضه تكون سائل يعني اذا حبيتوا تكونوا جامدة بامكانكم تحطوا كوب واحد فقط طبعا اختياري انا حبيت تكون شوي طرية هلأ حطيت المكونات طبعا التحريك المستمر المستمر على طول نار متوسطة اذا خفتي انك تحريقيها ممكن انه تكون النار منخفضة يعني ديري بالك هلأ بد احط ملعقتين زبدة او خمسين جرام طبعا الزبدة عندي هي اللي اعطت الصوس اعطته التماسك وخلطته يعني كثيف شوي هلأ في ناس ممكن يحطوا نوتيلة في ناس ممكن يحطوا يعني نشا هلأ انا هاي الكمية بدأ احطها على البسكوت بس تخلص والشوكولاتة ممكن انه نحطها كمان مع الصوس اختياري يعني ولو ما عندكم شوكولاتة مش ضروري ابدا بامكانكم الاستغناء عن الشوكولاتة عادي وهمشي التحريك المستمر بدنا نظن نرائبها حتى تتكاثف اذا لقاتي انه الصوس طري ممكن تضيفي ملعقة نشا مع كاسة مي بردة تحركيها منيح وتضيفيهم على الصوس بالتحريك مع التحريك يعني انتبهي انه لازم التحريك لانه النشا ممكن انه الى الزق هلا انا بدي اضيف الصوس على البسكوت وبدى اخلي شوي بدي اخلي شوي في الطنجرة اللي بدي احطها على وجه الكاكة بدي احط من الصوس على وجه الكاكة فبدي يكون شوي متماسك اكتر عشان هيك ضيفته الشوكولاتة للتزيين بدي ادوبها في الصوس الشوكولاتة وبخلط البسكوت بالصوس اللي عملته ومثل ما قلت لكم انا عملته شوي طري حتى احصل على طعم الكاكة الطرية يعني ما بدي اياها تكون اسيا بالفريزر جيبي جات اي جات عندك متوفر يكون الو ارتفاع حتى نعمل شكل الكاكة في البسكوت بلزميك يعني كمان هلأ نصف قلب بسكوت زيني بالطريقة المناسبة اللي تكون مناسبة للوعاء لو كان في فراغات مش مشكلة لانه الشوكولاتة رح تجمد بهذا الشكل سهلة وسريعة هلأ بدأ احط البسكوت والسوس الشوكولاتة بداخل البايريكس لو حتى بلاستيك عندكم لو حتى عندكم ممكن مش زجاج ممكن يكون سيراميك اي اي وعاء لانه احنا ما رح نخبز منرتب الخليط بشكل يكون مستوي هيك تمام وهلأ اغطيهم بالبسكوت حتى حتى نجهز يبردوا بدي بدي اضغط ضغط ضغطة خفيفة جدا حتى ما يتكسر البسكوت بس بدي ايا ياخد الشكل ضغطة خفيفة جدا يعني ما انتبهوا انه ما يتكسر معكم البسكوت هلأ بدي اغطيها و احطها في التلاجة ساعتين او ساعة رح تجمد معكم بسرعة لانه البسكوت رح يمتص السوس حطيتها بالتلاجة ساعتين هلأ بدي ادوب الشوكولاتة في الكمية اللي ضلت عندي بالطنجرة حتى احطها للتزيين وممكن يعني مثل ما قلت لكم تستغنوا عن الشوكولاتة بملعقة نشا مع تلت كوب ماء هي رح تكون جامدة شوي طيبة تكون جامدة اجمد من اللي استخدمناها داخل الكعكة هلأ بعد ساعتين بدنا نقلبها في صحن يكون مناسب بهاي الطريقة هي طبعا متماسكة ما رح تفرط معكم جمدات بالتلاجة وهيك حصلنا على شكل الآلب احنا طبعا بدنا ندهن السوس وممكن تستخدموا نوتيل اذا انتو استخدمتوا كل السوس داخل المكونات ممكن نوتيل ممكن اي شي عندكم كريمة منرتبها بهاي الطريقة حتى نحصل على شكل الكيك طبعا ممكن انكم تحتفظوا فيها باي وقت تقدموا منها بهذا الشكل ممكن تخلوها هيك سادة ما تزينوها باي شي ممكن ممكن اضيفوا الزبيب ممكن جوز لوز فستق اي شي مناسب للشوكولاتة طيب انا حطت جوز هند وحبيت تضل يعني هيك سادة حتى انو يأكل منها الكبار والصغار يعني بدون مكسرات لو احتفظت فيها بالتلاجة بتضل مدة طويلة اي حد بيجي ممكن انكم تقدموا منها وطعيم ها طلع مثل كيك الشوكولاتة لانها طرية يعني خليتها ما عملتها بالفريزر انها تكون قاسية وبتعدل بتقطعوها بالطريقة اللي انتو بتحبوها سواء مستطيلات مربعات رح تلاحظوا انها طلعت بهذا الشكل صحتين وعافية ولا تنسوني بالسبسكرايب واللايك وتفعيل الجرس ان شاء الله المرة الجاي رح نعمل خبز الشوفان لانه صحي والشوفان كتير ممتاز للامعاء والمعدة خصوصا للناس اللي عام لديات الى اللقاء تحياتي وريب العزيزي